موسيقى خلصنا مع بعض مراجع على المقاطع المتحركة والمقاطع السكنة بأنواعها وهنبدأ دلوقتي بالتطبيق على النوعين بمجموعة من الكلمات اللي هتسهل علينا شوية نطق المقاطع دي واللي هتخليها تثبت في دماغنا بشكل أكبر لأننا هنطلع من المقاطع الصوتية دي كلمات مستخدمة ومتخصصة نقدر إن احنا نبني عليها جمل وعبارات بعد كده تعالوا بينا نشوف إيه الكلمات اللي احنا نطبق بيها على ربط المقاطع السكنة اللي هي البدايات مع المقاطع المتحركة اللي هي النهايات ونشوف معانيها إيه واستخدامها إيه يلا بينا نشوف نبدأ مع بعض دلوقتي بأول كلمة هنطبق بيها على مجموعة المقاطع الصوتية اللي درسناها مع بعض وهي ربط ما بين المقاطع السكنة والمقاطع المتحركة أول كلمة عندي وهي ربط ما بين حاجتين مقطع ساكن اللي هو البدايات اللي هو حرف البي ومقطع متحرك مركب اللي هو النهايات وهو ال-A-I ال-B-A-I عليهم النجمة التانية النطق بتاع المقطع كامل هيديني طيب الكلمة زي معناها إيه؟ معناها أبيض؟ أي لون أبيض؟ طيب لو أنا جيت قلت اللون الأبيض هل هضيف عليها حاجة ولا كلمة باي؟ هتكشيني لأ هضيف عليها كلمة اللون واللي احنا برضو درسناها مع بعض لو نفتكر واللي هي سا سا ولو جيت قلت باي سا باي سا هتديني معنى اللون الأبيض ولكن كلمة باي لوحدها تديني معنى أبيض تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة باع 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 وهي برضو المقطع ده ربط ما بين ساكن اللي هو ال-P ومتحارك اللي هو ال-A بالنغمة الرابعة باع باع ده قديني فعل بمعنى يخاف يخاف من شيء أو يخاف من شخص بنستخدم الفعل ده وبننطقه باللغة الصينية باع باع الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة ما 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 والمقطع ده ربط برضو ما بين ساكن اللي هو ال-M والمتحرك ال-E عليهم النغمة الأولى ما هتديني معنى كلمة أم وهو اختصار لكلمة ماما ماما اللي هي الأم نيجي للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة تع 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 وده مقطع برضو ربط ما بين ساكن ومتحرك الساكن اللي هو ال-D والمتحرك اللي هو ال-E بالنغمة الرابعة تع تع ده قديني صفة بمعنى كبير حاجة كبيرة في الحجم طيب عكسها اي كنا درسناها مع بعض قبل كده وهي سيعو سيعو اللي هي صفة العكس معنى صغير ننجي للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة نيعو 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 الكلمة دي برضو ربط ما بين ساكن ومتحرك الساكن عندي هو حرف ال-N والمتحرك عندي هو المتحرك المركب اللي هو ال-I-E-O نضم الاثنين على بعض بالنغمة الثالثة نيعو نيعو ده اتنى كلمة عصفور الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة لعو 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 الكلمة دي برضو ربط ما بين ساكن ومتحرك الساكن عندي لهو حرف ال-L والمتحرك اللي هو ال-E-O وده برضو متحرك مركب عليه هو بالنغمة الثالثة اللي هي لعو لعو يدتني صفة بمعنى قديم حاجة مرة عليها زمن كبير وحاجة قديمة بنقول عليها لعو لعو كلمة اللي بعد كده وهي كلمة كاي 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 وده برضو مقطع مركب من ساكن ومتحرك عندي الساكن اللي هو ال-K والمتحرك المركب اللي هو ال-E-I بالنغمة الاولى بيديني فعل بمعنى يفتح كاي كاي هل الفعل ده ممكن يجيلي بمعنى تانية او ممكن يجيلي بمعنى تانية يهو بمعنى يسوق لو الفعل ده جالي بعد كلمة عربية اللي احنا اخدناها مع بعض معنى تشو وقلت كاي تشو هجيلي بمعنى يسوق العربية الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة شو 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 والكلمة ش ده فعل بمعنى يتعلم مثلا انا عايز اقول يتعلم اللغة الصينية فبقول شو هجي شو هجي نيجي للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة جعو 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 الكلمة دي مركبة ما بين الساكن اللي هو الزد اتش واللي احنا بننطقه ج ج والمتحرك اللي هو الاي او اللي احنا بننطقه اعو 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 طيب وده برضو متحرك مركب هنضم اللي اتنين مع بعض الساكن مع المتحرك هيدينا جعو 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 ودي فعل بمعنى يبحث عنه يدور عن شخص او يدور على شيء بيديني كلمة جعو جعو كلمة اللي بعد كده وهي كلمة جعو جعو واللي لسه قلنها مع بعض من شوية لو احنا ضفنا عليها كلمة كاي هتكون معناها يسوق العربية كاي جعو جعو نيجي للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة جعو 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 وكلمة جعو معناها حر لو انا عايز اقول الجو حر بستخدم كلمة جعو جعو ولو نخلي بالنا ان نهاية المقطع ده او نهاية الكلمة دي احنا بنفتح في نهاية المقطع ليه؟ لان في نهايته حرف الاي جعو جعو نيجي للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة جعو 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 عليها برضو اللغة الصينية وطبقنا عليها بمجموعة من الكلمات اللي بتربط الساكن والمتحرك مع بعض وبتديني مقطع صوتي كامل أقدر إن أنا أكون من المقطع الصوتي ده كلمة أستخدمها في الحياة اليومية وأقدر إن أنا أبني عليها بعض الجمل والعبارات وكده نكون خلصنا مع بعض حلقة النهاردة أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية سعيد يا اشتركوا في القناة